شخصية مفيد الوحش شخصية مفيد الوحش شخصية مفيد الوحش شامية. هلأ هو عمل فينا نقول عنه شامي ومانو شامي. يعني هي الحتوتة صار بتادي الناس كلها تابعتها وشافتها هي تقريباً الحتوتة ريّة وسكينة. نعم. مصورة بقالب إلو علاقة بالبيئة الشامية. العمل لطيف. حلو. عالرغم أنه عمل. مانو لطيف ساعد. هلأ هو عمل كله قتل بس بتحسيه عن جد عمل ممتع يعني فيه شي هيك. اكشن. ايه فيه اكشن وفيه شغلات لطيفة بتطلعوا. أحيانا فيه شيء شيء من الكوميديا. طبعاً يعني أنا قبل بمرة حتى حكيت بلقاء أنه نحنا كنا مستمتعين عن جد أثناء تصوير العمل. يعني أنت ما بتخيلي أنه مساء عمل بهاي الأجواء وبهاي القسوة وأنه أنت عم تشتغلي بمتعة وضحك وهي. كان جو العمل كتير جميل. تامر اسحاق بيعتقد بهذا العمل ساوى نقلة نوعية بالنسبة إلو. يعني بالفعل اللي بيشوف كله بيقول لك الناس بالطريق بيقلوا لك ايه الصورة حلوة اللون حلو الأجواء حلوة يعني فيه شغلات صاروا ينتبهونها كان قبل حتى خاصة بأعمال بيئة الشامية ما حدا يطلع لهي التفاصيل. صحيح. يعني خلاص بيتابعوا قصة العقيد أو المخفر أو القهوة أو 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 أو. هلأ هون. سات مكررة. تمام. هلأ هون لا بتلاقي فيه شيء تاني شوي مختلف. هلأ وفيه عندي كمان مشاركة بمذكرات عشيقة سابقة. هلأ العملين هدول تصوروا كمفروض نعرضوا برمضان الماضي. لأسباب تسويقية ما نعرضوا. هاي السنة ما اشتغلت هي. يعني هاي السنة الماضيت ما اشتغلت هي. هلأ أمني الحمدلله. إنه هدول العملين نعرضوا ومشي الحال. أكيدنا نبارك لك بالتحديد على وردة شامية سعد اليوم. متل ما حكينا متابعة كتير كبيرة لهذا العمال واختيار الشخصيات. فعلا مميزين. يعني كل شخصية بيحس المشاهد إنه فعلا هي خلقت لحتى تمثل هاد الدور. هاد دقة باختيار الشخصيات. اليوم إذا بدنا نحكي عن الأعمال الشامية سعد. بتشوف إنه الأفضل يكون فيه حدودة في حكاية بالعمال تشد المشاهد. أو توثيقية يمكن لمرحلة تاريخية معينة. الآن الأعمال الشامية فينا نقول. الشام ما نظلم. نقول 90% منها هي مانا أعمال شامية. أي مانا الشام دائما بنحكي. إذا ما نقول عن عمل شامي فنقول عن حمام القيشاني هو عمل شامي. بالنهاية الشام هي نموذج عن سوريا. يعني أنتوا بتأدمي هي البيئة. هي ما كثير بتختلف عن البيئة الحلبية أو البيئة الحموية أو 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 أو. بالنهاية هي البيئة هي بيئة سورية. بيكون في خصوصية لبعض المناطق شوي بتتميز عن غيرها بس بشكل عام البيئة هي واحدة بلاد الشام هي واحدة نحن للأسف أنه الأعمال الشامية صارت تقدم بشكل للأسف رخيص ومقصود مننا ظاهر أنه تشويه صورة سوريا أو تشويه صورة الشام وتقديمها وحصرة بهذه الحارة أنا ممكن بيعتبر حالي أني ضد هاي الأعمال أنا معني شاركت فيها أحيانا بكون مضطرين نشتغل ونشارك بهذه الأعمال بس أنا كفكر وكمنطق أنا ضدها أنا أريد أن أقول عمل شامي فأقول حمام القيشاني مثلا حمام القيشاني هذا عمل شامي حقيقي أنت بفرجيك الشام بفرجيك سوريا بفرجيك الحراك الحقيقي لهذه البلد نعم صحيح يعني ساعد ننتقل من البيئة الشامية لمذكرات عشيقة سابقة اللي شاركت فيه شو كان المميز بهذا الدور؟ شو شي أضفته للدور من شخصيتك؟ وهل كان فيه تقارب وحبيته؟ الآن أي دور بدك تشتغليه لازم تحبيه ولازم تدافع عنه يعني باللا شعور دك تدافع عنه دائما أنه أنت بتقدمي الدور فأنت بتكوني من جوا مقتنعة فيه أنه أنا خلاص هي الشخصية بدي أحميها ودافع عنها لحتى توصل بشكل حقيقي للمشاهدة ما معقوله أنا زاكنت شرير فإنه أنا والله بدي أكره حالي لا بالعكس دائما الشرير فيه له مبرراته وبيعتبر باقي الناس أشرار هو معنه شرير هو كتير منيح حالا بجوز أنه أنت يعتبر هذا تقريبا المشاركة الأولى بالأعمال المشتركة خلينا نقول بلجنا نحن تصوير العمال كان لسا النص معنه مكتمل طبعا نور شي شكلي شتغلت كثير بشكل جميل عن نص أستاذي شامشر بدجي أكيد يعني شيخ البخرجي مثل بيقولونا فالعمال انتعب عليه شغل عليه حالا بجوز كان لو في عنا أفضل دائما أنت بتطلعي بتقولي أنه لأ هون كان لازم بتده هيك يعني ما في عمال كامل خاصة نحن منشوفه منمتقد أكتر من أي ناقة تاني حالا بجوز ما نقلكم يا على الهواء بس دائما ننظر للعمال أنه هذا العمل لأ كان ممكن نحن حالا كان ممكن هون بالحوار نضبط هاي كان ممكن علاقة هاي الشخصية مع هاي الشخصية منبلش عرفتي منشتغل عليها بس بالمجمال كمان العمل متابع العمل جميل متعوبة عليه كثير وبالفعل تعبنا فيه والشباب تعبوا فيه خاصة لو عندهم أدوار طويلة كثير تعبوا فيه هي تجربة كانت خارج سوريا وعمل مشترك بعتبرها جيدة بالنهاية يعني سعد دائما نعم يكون فيه انتقادات للأعمال المشتركة مثل الانتقادات للبيئة الشامية مع اختلاف هي الانتقادات اليوم بما أنه كانت إلك تجربة فيها فأنت شو رأيك بالأعمال المشتركة هل هي ضياع لي الدراما هوية الدراما مثل ما انحكى وكان فيه انتقادات أو هي عمل ممكن يكون جماعي بيقدر يوصل السلطة صورة أجمع لشد المشاهد بطبيعة أكتر هلا وقد بكون العمل المشترك هو مقحمة فيه الشخصيات أنه أنا بجيب شخصية لبنانية لأنه مشان لازم سوق للبنان بجيب شخصية مصرية مشان لازم سوق لمصر أو لدول تانية هلا هون بيكون فيه عندك مشكلة بس أحيانا بيكون العمل خاصة بهي الفترة نحنا أنه في كتير من السوريين طلعوا وعاشوا خارج سوريا فهدور صار فيه إلهم حياتهم في إلهم أجواءهم هلا ممكن إذا هاي نحنا نقلناه وصورناها بشكل طبيعي فما في أي مشكلة بس أنت وابتصير موضوع موضوع تسويقي بحت فقط لا غير أنه أنا مضطر يكون معي ممثل لبناني مشان تشتري مني المحطة لبنانية هون المشكلة فبتلاقي أحيانا عمل بيكون بالأساس أنت عم تقريه هو عمل سوري كامل فجأة بتلاقي أنه نحنا أنه قبل التصوير بفترة نسمع أنه معنا الممثل فلان أو الممثلة فلانة من دولة عربية طيب أنه خير ليش شو صار أنه والله المنتج مضطرين لأنه كذا هلا هون بصور عندك للصدا وبصير بيك تحاولي أنت أنه تضبطي لهذا الدور وتعطيه مبرر أنه هذا ليش موجود وليش هون بيوقع النص بس أحيانا أنه لا العمل بيكون مدروس بالأساس أنه مثلا ممكن أن أطلع لبنان أي واحد من بيطلع لبنان إذا تنزلي بالفندق بتلاقي كذا عائلة سورية حواليك كذا عائلة سورية فأنت تصوريهم لهذا الناس بشكلهم طبيعي ما في أي مشكلة شباب عم بيضبطوا صفت السيارة وراين يعني ساعد خلينا نسترجع سنين للدراما برمضان وغير رمضان كيف كانت الدراما السورية كيف كانت طورت ستيب باي ستيب لو صلنا نحنا لهذا الوقت يلي نحنا عشنا في أزمة وأحيانا المسلسلات كانت مركزة على تصويرها لهذا الأزمة ويمكن على شرحها نحنا هلأ يمكن بزمان شوي عم نتعافى من الحروب والأزمات والجراح قديش لازم تكون الدراما هلأ متجهة لغير لنظرة تفاؤلية نظرة أمل يمكن كلنا عشنا الحرب وكلنا عشنا الألم نبتعد عنه برأيك ساعد هلأ هذا الشيء نحنا لازم نوطقه ولازم نصوره ولازم نستذكره ونسترجعه هلأ نحنا من قبل الحرب مرت علينا فترة هي مسلسلات العشوائيات تماما فأنت كنت تشوف هاي المسلسلات في كتير أعمال مننا بتحسيها سوداء بشكل كامل ومئته يعني أنت عم تشوفي عمل مئت مع أنه هي واقعية واقعية بس أنا يعني باعتقد أنه الوظيفة الأولى للفن والثقافة والأداب وكل شيء أول شيء فيه شيء جميل بده يكون أنت بكتشوفي نقطة جميلة هلأ أكيد فيه شيء تاني سيء بالحياة ونحنا لازم نضوي عليه بس أنت ما معقول تضوي على كل شيء بشيء فقط لغير هلأ هاي الدامة بنحكي فيها هلأ برجع أنا بهذا موضوع الأزمة هلأ برجع على مسلسل مذكرات هلأ مسلسل مذكرات لو معروض السنة الماضية كان بيكون مشاهدته أفضل هاي السنة صحيح يعني نحنا هلأ هاي السنة مثلا أنه بلحظة من اللحظات أنت مثلا هذا الخط اللي هو خط دمشق ما كتير عم تقدري أو حتى المشاهد ما كتير عم يقدر يتفاعل معه بشكل كبير لأنه هو طلع من هاي حالة الحرب أما قبل أنت أنت عم تحس فيها وأنت عم تقولي نزلة غزيفة فأنت عايشتيا هلأ هاي اللحظة فيه كذا فيه أما أنت هلأ خلاص الناس بدا تعيش حياته أكيد فيه مآسي فيه مآسي مرت فيه ناس أكيد فيه جروح جواته ما بعتقد رح تندمل بسنين بس بالنهاية الحياة بدها تستمر موضوع التوسيق ممكن يتقدم أعمال هيك وأعمال هيك على أي عمل بدنا نقدمه أكيد ما رح نقدر نكون فيه بعاد عن الحرب آثاره موجودة بشكل طبيعي هاي الناس ممكن إذا بيصور بدمشق أنا بفوت على أي بيت ما بعتقد فيه بيت بدمشق ما يعني إلا ما يكون استضاف حدا من أقرباؤه لولا فترة قريبة أو جيرانهون ساكنين معهون مدرمين ومدرمين صحيح فأنت هاي جوه بقلب الشام يمكنك هاي عم بحكي على بقلب الشام يعني فأنت حالة الحرب موجودة جواتك هاي أكيد ألا أنت عافى منه أكيدنا أنت عافى منه هذه الحياة تستمر هاي القصة منتهيين منه بس يفضل أنه نحن ما بقى من باب التسويق أو من باب الاستعراض نصور لأنه الشي اللي شفناه على التلفزيونات ما في دراما ممكن نجيبه صحيح ساعد كمان خلينا نحكي عن تجربتك الخاصة اليوم عم نتقلنا أنه هذا الرمضان ما شاركت بأي عمل العملين هنا من السنة الماضية بسبب سوق التسويق أو خلينا نقول عدم التسويق نعرضه السنة اليوم كثير من الفنانين والنجوم الكبار عم نشوف في غياب لقلن إن كان جزئي أو حتى كلي بالمقابل كثير من الممثلين التزموا بالدراما المشتركة إن كانت لأسباب عديدة بتخصن اليوم شو وجع الفنان السوري اللي ما كنا نشوفه قبل الأزمة نشوفه دائماً لامع وجع الفنان السوري هو القطاع العام نحنا دائماً عندنا مشقة مع القطاع العام نحنا بنعتبر القطاع العام هو الحامل الأساسي لكل شيء نحنا القطاع العام عندنا سيء وخاصةً بموضوع الإنتاج الدرامي على نحنا نتأمل أنه دائماً أنه أنت ما معقولة بالنسبة إلي فرضان أنه أنا السنة الماضية مثلاً بروح المفروض تكون مشاركة بعمل ومنتفئة وتتفئة مع المخرج ومع مع مع وبتروحي بقوم بيتم ترضيك مثلاً بهذا المعنى تماماً السبب السبب لأنه هيك المزاجية تبع المدير نحنا بيجي المدير بيجي ما بنا نقول مزرعة حتى يعني يا ريت بيعتبر مزرعة المزرعة بدي إدارة بجوز بيعتبر أنه هذه المديرية هي بسكليت لإله أو سيارة لإله يعني يا ريت بينظر له نظرية أنه بيشوفها بمنظور مزرعة لأن المزرعة بدي إدارة هو في شيء شخصي دائماً بالموضوع يحكم الموضوع الشخصي ما حدا بيقدر يجي بيفوت على مؤسسة بيشتغل فيها لإقدم أو أنه أنا بدي أكمل مسيرة الشخص اللي قابلي كل شخص بيجي بيعتبر اللي قابله هو حدا سيئ واللي كانوا عم يشتغلوا ناس سيئين فأنا لازم أتخلص من دول الناس سيئين ويجيب ناس جيدين بمنظوره هو على شو المنظور الجيد عنده ما بعرف هو منظور مادي هو منظور أخلاقي هو منظور هاي فأنت دائماً مشكلتنا القطاع العام وأنت منحكي على القطاع العام لأنه نحنا منعتبره هذا أماننا الوحيد القطاع الخاص بأي لحظة هذا المنتج بيسكر الشركة تبعه بضب هاي المعدات ببيعه بكبه كذا هو حر وبيمشي بس أنا القطاع العام هو المسؤول عن هذا الموضوع نحنا كنا التلفزيون السوري سابقاً ما بدي قليك كل إنتاجاته عظيمة بس قدم أعمال كتير مهمة هجرة القلوب قدم حمام القيشاني بأجزاؤه قدم العبابيد قدم كتير شي مهم طب إحنا هلأ هذا ال وين هو مؤسس الإنتاج؟ شو هي الأعمال الضخمة اللي تقدمت فيها؟ إضافة لموضوع الأجور أنه أنت بتلاقي بيجي شخص بيأخذ أجر مخيف بالمؤسس الإنتاج والبقايا أجوره طب ليش هذا الشخص؟ مع أنه بيستاهل بس ما معقولة مثلا أن هذا الشخص يأخذ عشرين ضعف المبلغ لي أنا بأخذه تحت أي منطق هاد بيقول لك لأنه بيسوق طب فرجوني أعمال المؤسسة اللي عمل الإنتاج وين تسوقت؟ بيقول لك أنه هذا ببيع مين قال ببيع؟ ما نضحق على بعض ما بنعرف نحنا ونعرف هذا الشغل وين ببيع يعني؟ أنا بيجي هذا الممثل مثلا بيقبض تلاتين مليون قال هذا ببيع هو بيستاهل مو تلاتين بيستاهل أكتر لأنه برّ الشباب عم يأخذوا أرقام مخيفة بس أنا ما تقل لي أنه هذا بدي أعطيه هذا الرقم وبأحرم البقايا يعني أنه هذا بيأخذ تلاتين مليون وكل شي فيه ممثلين موجودين بيأخذوا عشرين مليون ليش؟ ما في عدل بيه؟ يعني هلأ هذا كمان بيأدي لأنه فيه مشكلة بيصير بالسوية وبيصير أنت بتحسي حالك مغبونة دائما يا وات واحد يحس بالغبن وخاصة من القطاع العام لأنه أنا القطاع العام أنا شريك فيه أنا شريك أنا شريك أنا بعتبر حالي أنا مساهم أنا بعتبر حالي مساهم أنا القطاع الخاص ما علي حق إجي بجوز أخذ وأعطي مع المنتج بس أنا هون لا أنا هذا اسمي أنا هون موجود أنا هذا أنا دافعه أنا وأولادي وجيراني وكذا نحن هذا التمويل مننا هذا حقنا فهي هي المشكلة دائما نحن بنسعى أنه القطاع العام يكون ألا بتمنى أنه دائما مع كل إدارة جديدة أنه بركي بكون ودائما منحكي لأنه لازم نحكي أكيد لأنه منرجع من الأول نحن أماننا الوحيد هو القطاع العام دائما منشوفه بمنظور أوسع من منظور ضيق أنه فلان أو فلان أو فلان نعم نعم يعني سعد خلاني نرجع للمسلسلات يمكن شاهدت عم تتابع العديد من الأعمال خلال هيدا السنة لقيت شي مميز لقيت شي مختلف يمكن في غيابات لبعض المسلسلات مثل باب الحارة في بقعة ضوء مثلا هل حسنت في الشاشة ينقص الشي ما بينقص الشي الشاشة الشاشة ميم ما غاب ما بينقص الشي تماما هي نفس الفكرة ودقلولك أنه نحنا الدراما وقعت لأنه في عندك ناس سافروا خارج سوريا هذا نعرفتي كيف دائما هاي القصة اللي بيسوقولها أنه نحنا خسرنا مخرجين وخسرنا فنانين بس بالنهاية شو نعمل يعني نسكر التلفزيون مثلا كلنا منضب الكاميرات ومننزل على الهيئة العامة كمانا سكروا البواب وسكروا التلفزيون لأنه والله هدول العالم سافروا فنحنا منبطل نشتغل يعني بالنهاية نحنا خسرنا أسماء وقامات كبيرة مثل خالد تاجها مثل أستاذ هاني الروماني أستاذ عبد الرحماء الرشي كل هاي القامات اللي خسرناها كيف وتوفت فأنه طيب أنه شو وقف الانتاج مع أنه هدول مثلا ما بيتعوضوا يعني هدول بدك سنين لحتى تقدري أنت تعوضيهم وما هيك الحياة مستمرة والدنيا مستمرة فأكيد إذا غاب ممثل أو غاب مخرج إن كنت أنا ولا أي حدا تاني بالنهاية عجلة الدراما ولا أي عجلة تانية هي بتظل مستمرة وماشية أكيد طيب سعدة اليوم رح أسألك بصفتك مشاهد بصفتك ممثل أو مشارك بالدراما أو حتى بالسباق الرمضاني إن كان السن الماضي أو حتى السنة ما رأيك اليوم بالأعمال اللي عم نشوفها اليوم وكتير للناس عم بيتابعوها؟ هلأ أنا بيعتبر هاي السنة أفضل من السنة الماضية يعني هلأ مع أنه كتير فيه انتقاد إنه هي على ما يبدو صارت عادة يعني أنت مثلا إنه الدراما مدرشودة صارت عادة أنت كله بتاعي بنزلك على الفيسبوك رفتي كيف إن الأعمال سيئة كذا 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 كله هاي هلأ هي بترجعي إلى قصة إنه أنت الناقد والصحفي بيحبك فأنتي أمورك كيف الناقد والصحفي ما بيحبك أو بيكره المخرج فاي قلة قليلة اللي هن حياديين كتير قليلة هذول هي بيكونوا حياديين ممكن إيه تاخدي رأيون وبتسمعي إنه بتقولي إنه هذا وقت بيقول هذا العمل جيد فهو حيادي بيقلك جيد لأنه كذا وقت بيقلك سيئ فكمان بيحط الأسباب ليش هو سيئ بس ما تبقى نحنا إنه لا بيكون في كل حدا في بجوز عنده علاقاته الشخصية فبتلاقي بينشروله وبيكتبوله وأحيانا توصل لمرحلة التأليقية يعني حتى شو ما قدام معنه بيكون سيئ يا أخي العمل بيشوفوا رائع يعني فيه شغلات تطلع عليها ما أنا حلوة صحيح إنه لا ما بيصير هي عاملة فلان لازم عاملة فلان وفلان هالمرة ما طلعت حلوة معه يعني وإن ممكن تشارك بالنقد ساعد ممكن تتوجه انتقادات إن كان لأعمال تانية إن كان لمخرجين طبعا أكيد على صفحتك الشخصية أو بمجالس عامة أو هلأ ممكن بمجالس عامة إذا عمل أنا متابعه بشكل كامل إذا ما أنا متابع العمل بشكل كامل ما بقدر انتقل أكيد يعني ما أنه لأني أنا سمعت إنه الناس هيك عم تحكي أو شفت مشهد بالصدفة أو مثلا تابعت تلي كم حلقة ما عجبوني فأنا بيجي بدي انتقاد العمل ككل لا بس تكون عمل متابعه وبنسئل فأكيد بدي أقول الرأي أكيد أكيد ساعد أكيد مشاريعك المستقبلية شو مخطيت شو حابب تعمل تخبرنا عنه هلأ لحد هاللحظة ما في شي يعني فيه حكي كتير فيه ورق كتير فيه يعني أنه مفروض أنه كان هلأ بعد العيد فترة هاي بين العيدين أنه يكون فيه شاب لأهلأ لسه الأمور ما نواضحة حتى بشكل عام بالنسبة للبلد لسه بتحسي الأمور الناس ما كتير استوعبت يعني هلأ مثلا هلأ مثلا حواجز انشالت حالة الأمان أنت أصدقى موقف هلأ شوية مهدي شوية لا يكون شي جديد لألك ولا لا لا ما فيه مجال هدي سألي ما فيه مجال تهدي يعني في النهاية واحد ويكون قاعد صغر له السنة بلا شغل فأكيد ما فيه مجال يهدي من شامان كتير نجي صحيح إنه واحد يستعرض إنه أنا مهدي هلأ أكيد قد يكون العمل سيء جدا ما رح شارك فيه بس أنت برجع بإليك البلد هلأ الناس بلشت هيك فيه شي جديد يعني هلأ أمباري عم تحرك في دمشق مثلا مثلا شارو الحواجز كذا تحسي عنجد فيه فراغ في حالة فراغ حقيقية أي جد أنه أنت أنه أنت هذول الناس سرّك عايشة معهم أنت سنين ومتعودة عليهم وعلاقتك معهم هلأ بجوز أحيانا تكون تنزعج منهم بلحظة مثل أي علاقة بين ناس طبيعيين يعني أنت بتنزعج شوي وتحبيهم وتتناقش معهم وتشوفهم هلأ أنت عم تنتقلي لمرحلة جديدة بكل شيء على كل المستويات فبتصور هاي المرحلة وهي المرحلة اللي هي مرحلة بقى أنه هاي اللهوض بقى أنه نحنا هلأ انتهينا نحنا فينا نعتبر حالنا أنه مو بشائر النصر يعني نحنا رح نستكمل بقى النصر فصرنا بقى برحلة جديدة هاي المرحلة بدها إعادة تقييم بشكل حقيقي وبشكل صادق وبشكل محب أكيد يعني سعد أنا بديتشكرك كتير على وجودك معنا لليوم وتشكر هاي الصراحة وبدأ يتمنى لك كل التوفيق ونحنا فعلا كتير من شوقين نعرف شو بده يصير بنهاية المسلسل وهذا الدور لي شوي شرير لكن فعلا نقدر أنه يشدنا إن كان بهذا الدور أو بأدوارك التانية شكرا كتير سعد يتمنى لك كل التوفيق شكرا كتير للكون وكل سنة وأنتوا سالمين ونرجع نقول إن شاء الله دائما بالنصر شكرا لك أهلا وسهلا فيك شكرا لك شكرا لك